في طاقات ترابية عم بتبين طاقات هوائية أكثر شي نارية أسوأ إشي يعني ما أعرف كيف خلص خلينا نحكي بعدين مش هلا رح يكون في عندك قلنا كان في عندك مؤامرة بالفترة الماضية وأنا شفت يعني بالأشهر الماضية عن جد كان في عندك مؤامرات عم تحاك ضدك يا برج الجدي ولكن عم بتعود إليك الحق شوي شوي عم بتستعيد قوتك شوي شوي في انتصارات بطيئة صحيح ولكن عندك انتصارات على هدول الأشخاص عندك تعويضات في أماكن أخرى شايف سفر بامتياز سفر يعني عم بتفكر بسفر بشكل جدي للي لسه ما سفر من برج الجدي عم بيفكر وفعلا هاي الفترة عم بتكون في فرصة حلوة للسفر شايفة في عندك أدكشن معين يمكن في عندك إدمان معين ممكن إدمان على حب شخص ممكن إدمان من أي نوع عم بتحاول تنهي هاي الفترة وممكن يكون طاقة سلبية اللي هي سحر حسد عين ممكن تكون موجودة عندك فعم بشوفك يعني لسه ما بلجت يمكن إنه تسترجفي منها أو لسه ما جابت النتيجة المرادة المرادة تبعك لسه ما حصلت عليه شايفة في مشروع جديد مكتوب له النجاح حب جديد مكتوب له النجاح أو رجوع حب قديم بشكل جديد برضو مكتوب له النجاح في عندك أكتر من نجاح هاي الفترة عن يعني على أكتر من صعيد على أكتر من ناحية شايفة وفرة مالية كبيرة جدا وسعادة عاطفية يعني وفرة من الناحيتين يعني من ناحية العاطفية ومن ناحية المادية شايفة الأزواج من أبراج برج الجدي من بعد انفصال أو من بعد برود من بعد عم بيرجعوا لبعض حتى الأحبة يعني مو شرط كمان بس المتزوجين عم بشوف الشريك يعني كان في أمور بينك وبينه تدعو للخوف أو تدعو شوي كان الشخص المقابل كان عم يستغلك نوعا ما عم بيحاول إنه يستنزفك وما يقدم شي للعلاقة يعني أنت كنت تقدم كتير الطرف الثاني ما عم يقدم كان كتير لكن عم تنعكس الأمور شايفة شايفيته هذا الشخص شوي يعني مش ملعب يعني في عنده شوية حركات عشان هيك أنت عم بتكون شوي حزين حتى مع الرجوع حتى مع تطور مع أنك بتحبه كتير وهو بيحبك كتير لكن هاي الأمور فيه لا إرادية هو يعني هو طبعه هيك مش عم بيختلق الأمور أو هو لا إرادية هذا طبعه هذا الشخص عم بتكون عنده علاقات عم بتكون عنده القراءات طبعا ممكن تكون عكسية لعاطفية لما نحكي عن العاطفة عم بشوفك بتترك مكان إما مسكن بتروح لمسكن جديد أو عمل عمل جديد شايف هذا الموضوع رح يتم على نجاح شايفي عندك بعض الطاقات السلبية أو بعض الأشخاص اللي كانوا قلتلك كانوا عم بيحيكوا خلينا نقول عم بيحكوا من وراك عم بيحيكوا مؤامرات ضدك شايفي فيه لهم نهاية قريبة جدا شايفي روحانياتك عم بتزيد مع الوقت أو عم بتحاول تنمي روحانياتك في هاي الفترة وهذا أفضل إشي بالنسبة إلك اللي حتى تتخلص من هاي الطاقات السلبية أو من هدول الأشخاص خلينا نفتح أكتر على العاطفة وهون كمان بينات الطاقات السلبية في طرف ثالث عم بيحاول يعمل طاقات سلبية لإلكم بالنسبة للعلاقة العاطفية برضو الكرت الثاني نفس الشي أحيانا عم بتحسوا حالكم حزينين بلا سبب نتيجة هاي الطاقات اللي قلنا عليها في طاقة ثلاثية عم تتلاشى مع الوقت عم بيكون عندك استشفاء وعم بتكون بكامل حيويتك على نهاية هاي الفترة واحد منكم عم بيقدم اعتزار عم بيقدم تنازلات عم بيقدم شغلة جدا رائعة للآخر القراءات ممكن تكون عكسية عشان هيك أنا بقول يا أنت يا هو عم يحصل عليك من بعد ما فقدك وعم تحصل عليه من بعد ما فقدك هذا الشخص رح يقدم لك أكثر من شغلة أكثر من إثبات أكثر من دليل إنه هو تغير هذا الشخص وعم بشوف فيه أمنية كبيرة حلوة من ناحية خلينا نقول العاطفة رح تتحقق إما عودة حبيب إما زواج من هذا الشخص إما شخص جديد إما يعني فيه فيه أمنية عندك على الصعيد العاطفي رح تتحقق آآ شايف فيه وفرة مالية رح تلحق هذا الارتباط أو رح يكون عند الشريك وفرة ما أنت وجهك رح يكون حلو عليه خلينا نقول بشكل عام شايفت لك الأمور العاطفية كتير حلوة طيب فيه عندنا تحذيرات أو شي معين ممكن نحكيه شايف شوي تبعد يعني روحانياتك عم بتقل هاي الفترة الفترة الماضية كانت شوي قليلة كان اهتمامك يمكن بالعمل أكتر بالعاطفة أكتر عم تبعد شوي عن الروحانيات عن قراءة يمكن القرآن عن الصلوات عن أي شيء له علاقة بالروحانيات فبيقولك مثل تحذير لأن الكرت طلع يعني مقلوب كتحذير يعني بيقولك لا ارجع قرب من ربنا وارجع قدم الصلوات والدعوات وكذا وارجع كمان استشفي من الأمور اللي قلنا عنها نشوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم بيكون معلق بتركيزك أكتر شيء شوف في تحديات كتير ولكن كل ياتها مثل رح تحاول تلاقي لها حلول وخاصة في العلاقة العاطفية كل ياتها شوف قدش هي كتيرة الاختلافات بينك وبين الشريك ممكن اختلافات في اللغة في الدين في المكان ما بعرف بالأعمار كل الفروقات شوي شوي رح تتقلص وشوي شوي ما رح تشوفها شوف هي لونها أسود والباكراوند أسود ما عم نشوفها أصلاً فعم بتحاول تعمل هذا الاشي شايفيت لك هون إنه الطاقة السلبية عم بتركز أكتر هاي الفترة على الاستشفاء منها وفعلاً عم بتطاير يعني وحدة وحدة المشاعر السلبية أو الطاقات السلبية رح تعمل لها ريليز رح تطلقها من طاقتك وما رح تكون موجودة في الفترة القادمة فشي خلو كتير تركيزك رح يكون نشوف كمان آآ نصائح أوه بقولك سرخ زي الأطفال يعني خلص بكفي جمود بكفي إنه ما تعبر عن مشاعرك انت شخص ما بتعبر أبداً عن مشاعرك بتضلك كاتم جواتك الظاهر عندك بتحاول من خوفك مش من خوفك من عدم أمانك للأشخاص بتتحاول إنه تخبي المشاعر اللي عندك إياها فبيقولك لا بلعك سرخ سرخ مع سعادة علشان هذا الاشي يعني بفيدك انت أول واحد بيطلع طاقات سلبية منك خليك على طبيعتك مات كتير تعيش دور اللي هو الإنسان القوي كتير والرسمي واللي مش عارف إيش وهذا احنا بنعرف برج الجدي يعني كتير بتمسك بقوته بحاول يرسم شخصية صارمة جداً قدام الناس وكذا بيقولك لا ارجع ارجع عادي يعني الحياة أسهل من هيك وأحلى من هيك بكتير فبيقولك ارجع مثل الأطفال شوف كمان نصيحة لبرج الجدي. ها حلو. بينصحك بانك تعطي اكتر هو انت فعلا بتاعطي من مالك صدقات ولكن بيقولك ركز على الصدقات هاي الفترة اكتر يمكن عشان طاقات سلبية ويمكن عشان اسباب اخرى المهم بيقولك انه واساساً في قوانين الطاقة الكونية او في قانون الجذب انت لما تعطي آه هذا الاشي بيرتدلك بأضعاف الأضعاف يعني بالعكس الواحد بيعطي وبيتصدق وكذا وأساسا برج الجدي معروف أنه بهذا الموضوع بالعطاء فبس بنصحك بهذا الموضوع